بنتكلم النهاردة زي ما قلتلكم في بداية الحلقة عن إحساس الرفض وزي ما سمعته كده من شيرين إن إحساس الرفض ده ممكن يولد انتقام هو مش ممكن هو 80% من حالات الرفض بتولد انتقام إحساس الرفض ده سواء قبل الجواز أو بعد الجواز هو واحد إن أنا ديتك كل عمري وكل حياتي وكل حاجة وفي الآخر إيه ده هو أنت مش موجود في حياتي يعني أنا لسه أدور واشوف واحد تاني أحبه وديله مشاعر في ناس يا جماعة إحساس الرفض ده بيقضي على حياتها سنين وسنين وممكن يقضي عمره كله مش عارف يحب تاني بس القلب ده مش لعبة من هنا الرفض بتبقى بركان بيغلي جوه أي بني آدم بيترفض بالشكل ده هنعرف بقى الرفض ده إزاي ما وصلوش لمرحلة انتقام بشعة وإزاي بتديت عمل جوايا جوا نفسي إزاي يقبل إن أنا اطرفت بس بشكل كويس عشان أكمل حياتي عشان حياتي ما تقفش عند هذا الإحساس مع أنا في السوديو الدكتور سامح نصر دين استشاري العلاقات الأسرية دكتور سامح إزاي حضرتك؟ إزاي حضرتك يا فنم عملا إيه؟ إحساس صعب جد وما أقدرش أبصته تمام يعني أنا حاولت في بداية الحلقة إن أنا يعني شوية ما أجيش على الوجع قوي للناس بس هو صعب آه يعني إن أنت تحس إن أنت كنت لعبة في إيد بني آدم بالضبط إن مشاعرك كلها حد بتسلى بيها وزهق منها وبعد كده باي باي تحسس صعب قوي تحسس صعب قوي تحسس صعب قوي تحسس صعب قوي تحس صعب قوي بالعامية كده ما بنقول كده اللي هو إيه يعني تحس إن خدت ألم مرة واحدة كده آه خدت ألم جرد المية دلق عليك مرة واحدة بيبقى صعب طبعا إحساس نفسه صعب خلينا بقى إيه؟ لكن ما نوصلش بقى للحاجات الكتيرة اللي حرق زي ما قولتيها وكده حضرتك معنا النهاردة عشان ما نوصلش للجريمة قتل ولا نوصل كمان إن أنا أتعقد وحس إن أنا غلط فقافل على حياتي يعني للشخص وللي قدامه للتنين آه يعني خلي بالك إحنا نتقبل الرفض كمان نستفهم عشان بأمن الشخص اللي أنت حبتيه ورفضك يعني اللي هو مش هنعمل حاجة غلط النهاردة إحنا هنتقبل يعني إيه رفضه